امام بلجيكا مباراة اثنين اثنين اللي يقيمت في هالملعب بعد كده مباراة المنتخب السعودي من امام منتخب الكاميرون هذي فرصة محاولة يابانية رأسية تبعد من الدفاعات وتصل مرة اخرى مرت من جديد هوندا مرة اخرى كول للكرات هوندا كول يسدد كورا يوباق تحرس المرمى واحد من الخيارات نعم هو واحد من الخيارات يأتي هوندا يسجل للمنتخب الياباني يرتاح وحيد خلو زيت في النقطة الماضية يسجل اول الاهداف للمنتخب الياباني يأتي بعد مرور 26 دقيقة من احداث هذا اللقاء لقى مكان سليم سدد من خلاله سجل اول الاهداف شوف اللمسة مكان خالي مكان خالي شوف هنا التسييدة ثمان لاعبين امام مكانه ثمان لاعبين لكن التسييدة كانت قوية وحارس المرمى ما تعود على مثل هالكرات مرت الى الشباك عدت لأول اهداف المنتخب الياباني اذا يتقدم اليابان بهدف مقابل لا شيء اول اهداف الياباني سجل هدف الوحيد في احداث الهدف لدينا محاولة يابانية واحدة من المحاولات هنا هوندا يحاول يتجاوز واحد واثنين وثلاثة يمشي كرة في الطرف الايمن تأتي العرضية محاولة تسال قائمة محاولة حيث لإدراك وتعزيز الهدف او التقدم الان للمنتخب الياباني هنا تأتي التسييدة نعم يأتي الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الياباني خيار اخر يأتي هنا مايا وشيدا يسجل الهدف الثاني من قلب الدفاع يوشيدا يسجل الثاني الهدف لمصلحة المنتخب الياباني تسييدة كما قلنا هي تسييدة ثاني للمنتخب الياباني الخيار الامام الامام هذا الرجل هو هيد خلوزيتش من امامه طبعا المنتخب الياباني يسجل الثاني يرتاح اكثر واكثر يوشيدا يسجل الهدف الثاني الهدف لمصلحة المنتخب الياباني شوف اللمسة شوف العودة ياما قوتشي وهنا شوف اللمسة من ياما قوتشي يسدد كرة على يمين حارس المربع يأتي هنا الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الياباني اثمين مقافل لاشي هوندا كان في الهدف هي المطاريات طبعا في الساعة السابعة الساعة الثانية ان شاء الله في كويت محمم يانمان والساعة الثامنة واربعين دقيقة السعودية من ثمية هنا محاول المنتخب الياباني فرصة للهدف الثالث هنا تدفع الملحج الهدف الثالث يأتي لمصلحة المنتخب الياباني هالمرة يأتي شينجي كاقاوا يسجل الهدف الرقم ثلاثة للمنتخب الياباني ثلاثة اهداف يأتي هنا كاقاوا مع التقيقة واحد وستين يسجل الهدف الثالث للمنتخب الياباني ثلاثة اهداف مقابل فرحة كبيرة وعريضة لجمهور اليابان الحاضر هنا في مدرجة ملعب سايتاما الملعب اللي يحددها اللي تشوف هنا هوندا لمسة نقلاتنا شينجي أوكاساكي وأخيرا وصلت لمن وصلت للهدف بلمسة واحدة شينجي كاقاوا ولونا ضاع فرصة من أسهل الكرات في هذه المباراة لكن هالمرة لم يتأخر ولم يمهل حارس المرمى ومدافعي الوقت الكبير ومدافعي الوقت الكبير ومدافعي الوقت الكبير